ربما تابعت ما جرى اليوم من حريق في منفذ برويز خان خمس عشرة شاحنة احترقت برأيك هل هو حادث مفتعل أم عرضي تحية طيبة لكم و تحية لمشاهدي قناتكم الكرام في البداية حقيقة لا يجب أن نثبتها كل عمليات تهريب النفط التي تجري في العراق على فتوى بأنه مجهول المالك حاله حال المطر الذي يتساقط هذا شجع كثير من الفاسدين و المفسدين لاستغلال هذه النعمة التي أنعم الله بها على الشعب العراقي و لم يستفد منها كل عمليات تهريبة التي تجري في جنوب العراق و في غربه و في شماله تجري من قبل متنفذين في هذه الدولة مسؤولين أو أحزاب أو حتى ميليشيات الحريق الهائل الذي حدث مساء الاثنين في منفذ أو معبر برويز خان هو ليس الحريق الأول بل هو الحريق الثاني قبل عشر سنوات احترقت أيضا أكثر من أربعين سيارة و ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء و خصوصا كانوا من محافظة محافظة الأنبار هذا المنفذ عليه شبهات كثيرة بالتهريب سواء السلع أو النفط التهريب بآلاف الشاحنات النفط التي تصل إليه من حقول باي حسن في كاركوك و ثم تذهب إلى الإسليمانية و منها إلى مصفى بازيان و من عندها تخرج إلى إيران و من إيران إلى الباكستان و أفغانستان ما فضح هذا المعبار أيضا هو الشحنات التي رفضتها طالبان في أفغانستان لرداءة المنتوج الانفجار قد يكون عرضي و قد يكون مفتعل لكن الحقيقة الأولى بأن إحدى الشاحنات احترقت ثم انفجرت فامتد الحريق داخل الحدود العراقية ليأخذ 22 شاحنة ولو لا تدخل وحدات الإطفاء التي تم طلبها من إيران وتحديدا من قصر شيرين وسربيل زهاب و قيلان غرب لما تم السيطرة على هذا الحريق الحريق والمنفذ هو في منطقة كرمنشاه التي ترتبط مع الإقليم ب371 كم لديها معبرين رئيسيين و خمسة أسواق حدودية لتبادل البضاع أو لتهريب النفط و غيره هذا المعبار والمعبر الآخر هي جميعها منافذ نعم يستفاد منها الطرفين بشكل رسمي كثير لكن التهريب و خصوصا مادة النفط يكون على أعلى درجاتي في هذه المنافذ أنا أرى هذا إن كان مفتعلا فهي رسالة إلى المنفذ بجهتيه العراقية والإيرانية بأنكم تجاوزتوا الحدود كثيرا بتهريب النفط و إن كان مفتعلا وهذا وارد جدا لسبب عدم وجود تعليمات الصيانة والأمان متوفرة لأن هكذا منافذ لو كانت رسميا لما حدثت هكذا حرائق ولا امتدت والتدخل الإيراني كان هو خوفا من أن توصل النيران إلى آلاف الشاحنات الموجودة بالجانب الإيراني التي تنتظر أما تستلم أو تدخل أيضا لاستلام الوقود النفط بكل مستقات اشتركوا في القناة